شرطي ظن أنه لوحده في المصعد ولم يعلم أن هناك كاميرا مراقبة تصور كل حركاته في حياتنا اليومية كل المهن تدفعنا خارج حدود طاقاتنا والعمل كشرطي في قسم الجرائم قد يكون من أصعب المهن على الإطلاق أن تواجه قضايا شائكة وعمليات سرقة وأيضا عمليات إنقاذ للرهائن الشرطة عليها أن تواجه الكثير فعلا وذلك في كل يوم فحياتهم دائما على المحك ويجب عليهم أن يحموا أنفسهم لكن حماية المواطنين أيضا هو ما يزيد التوتر حدا ولمحاولة تعديل الكفة قليلا تكون هناك لحظات خاصة بالمرح وقصة الضابط توني شورب تجسد هذه الفكرة بشكل ممتاز فقسم الشرطة في إلباسو في ولاية كولورادو شرق الولايات المتحدة الأمريكية كان مسؤولا عن الأمن والتسيير في هذه المنطقة ورغم أن كل رجال الشرطة الذين يعملون بالقسم متفانون في عملهم إلا أن الضابط توني شورب كان أكثرهم تفانيا في عمله فخلال مسيرته حصل على عدة ميداليات شرف وشجاعة وكان يشكل مصدر إلهام لباقي زملائه بقسم الشرطة على أي حال فما لم تعرفه عزيز المتابع هو الجزء الخفي من شخصية توني ففي العام 2016 كان متوقعا أن يتقاعد الضابط توني من العمل وقد كان عمله مصدر ثقة كبيرة ومسؤوليات كثيرة فخلال مسيرته المهنية كان عمله هو أولويته الكبرى لذلك وخلال آخر أسبوع من تقاعده حاول أن يجعل كل لحظة قيمة فرغم أن عمله كان مصدر قلق وتوتر إلا أنه وفر له ذكريات جميلة أيضا كما أنه سيشتاق لقسم الشرطة ولزملائه وكذلك بعض الأيام الجميلة في القسم التي لا يمكن نسيانها لكن توني لم يعلم أنه قبل أن يغادر القسم سيتعرض لموقف لا يمكن نسيانه ففي آخر أسبوع له في العمل كان توني على متن المصعد داخل قسم الشرطة وبينما هو كذلك تعطل المصعد فجاء طاقم لمعاينة المشكل وكانت هناك كاميرا مراقبة داخل المصعد دخل توني إلى المصعد واستمر بالصعود حتى الطابق الثاني عشر فجأة توقف المصعد وتم إطلاق خلفية موسيقية لأغنية رابن من العام 2015 كان توني ينظر إلى هاتفه ومع استمرار الموسيقى قام توني بشيء لم يكن يتوقعه أحد فقد بدأ يرقص مع الموسيقى بشكل فريد حيث استمر بتحريك جسده والتفاعل مع أنغام الموسيقى وهو غير مدرك أن الكاميرا تصوره استمر في الرقص لمدة من الزمن حتى فتح باب المصعد ودخلت شرطية أخرى وهنا توقف طوني عن الحركة ووقف في سكون تام كأنه لم يرقص لكن بعد لحظات ومع استمرار الموسيقى بدأ طوني في الرقص مجددا وبدأت زميلته ترقص معه كذلك في موقف حماسي وبعد مدة قصيرة دخلت شرطية أخرى فتوقفوا عن الرقص وبعد ذلك دخل رئيس القسم بالإلدر إلى المصعد هو الآخر لذلك وقف رجال الشرطة الثلاث بالوقوف وقفة احترام لرئيسهم وأحسوا بالخجل لأنه لا يمكنهم الرقص أمام رئيسهم في العمل لكن بعد لحظات تفاجأوا برئيسهم وهو يبدأ بالرقص مع أنغام الموسيقى وهذا ما جعلهم يرقصون كذلك وتعالت الأصوات داخل المصعد هذا الفيديو المكون من دقيقتين لم يشتهر في قسم الشرطة فقط لكن تم نشره في جميع أنحاء البلاد حيث نشر على الصفحة الخاصة بقسم الشرطة بعد ذلك تم نشر فيديو توني على الإنترنت في شهر يونيو من العام 2016 ارتفع عدد المشاهدين ليصل إلى الملايين ولم يجد المشاهدون هذا الفيديو مضحكا فقط لكنه كان منعشا وقد أبدى العديد من الأشخاص إعجابهم بالفيديو وتركوا تعليقاتهم ففي أحد التعليقات كتب أحدهم إنه لشيء جميل أن هذا الفيديو يظهر جانبا آخر للقانون فهو يظهر حيوية وجمال رجال الشرطة وعلق شخص آخر نحن سعداء لأن أفراد الشرطة يمرحون أحيانا في مقر عملهم لأن ساعات العمل الخاصة بهم تكون مرهقة فعلا لذلك من وقت لآخر يحتاج كل إنسان للتنفيس عن توتره وإرهاقه ورغم أن بعض المهني تتطلب الاستقامة والجدية لكن يجب أن تكون صحتنا العقلية والذهنية في أولوياتنا أيضا هذا كل ما لدينا اليوم نتمنى أن تكونوا قد استمتعتم بهذه القصة لا تنسوا مشاركتها على مواقع التواصل الاجتماعي مع أصدقائكم شكرا على المشاهدة وإلى اللقاء شكرا على المشاهدة